شهد مركز مصر للمعارض الدولية توافداً كثيفاً من قبل زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في اليوم العاشر لاستقبال المعرض زواره وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات واصطفى زوار معرض القاهرة للكتاب في طوابير ممتدة أمام البوابات وسط حرص القائمين على المعرض والمتطوعين على بذل كل الجهود للتسهيل على الزوار ومنع الازدحام وحقق المعرض رقمين قياسيين جديدين خلال تسعة أيام من فتح أبوابه للجمهور حيث بلغ إجمالي عدد الزوار أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون زائر فيما سجل المعرض حضور نحو سبعمائة ألف زائر مما يعكس الإقبال الكبير على هذا الحدث الثقافي البارز وأكدت وزارة الثقافة أن المعرض تفرد هذا العام بالعديد من المشاهد الاستثنائية واستطاع تقديم وجبة ثقافية متنوعة جمعت بين الثقافة والفن والأدب والشعر وغيرها من ضروب الثقافة المتنوعة ترجمة نانسي قنقر